ونضم إلينا من عمان السفير زياد المجالي الدبلوماسي السابق سعر السفير مساء الخير موقف لافت من الحكومة الأردنية باستدعاء سفيرها لدى تل أبيب هل هو نتيجة تفاعل المجتمع الأردني مع المجازر التي تحدث في غزة المجازر الإسرائيلية أقصد؟ بالضرورة له علاقة بهذه المجازر لأن استدعاء السفير مع إيضاح أن عودة لن تكون إلا عندما تنتهي تلك المجازر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني وينتهي كل ذلك وتسمح إسرائيل بإيصال المعونات الصحية والغذائية والعلاجية كلها هذه للناس الذين كانوا هم الضحية حقيقة لما يحدث في غزة إذن استدعاء السفير مشروط بتحقيق غايات محددة لن يعود إلا عندما يتم تحقيق تلك الغايات ليست هذه المرة الأولى التي يستدعي فيها الأردن سفيره من تل أبيب ما الفرق بين هذه المرة والمرات السابقة؟ لا هذه المرة حقيقة ترتبط بأحداث مؤلمة ولأول مرة نحن نضع شروط لذلك نحن في أحداث سابقة كانت في الماضي كان لها علاقة بيمكن محاولة خليني أقول اعتداءات على مواطنين أردنيين في ذلك الوقت لكن الآن الحقيقة أنه هذا ليس فقط يعني العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة له أبعاد بالإضافة إلى البعد الإنساني يعني هناك السياسات إسرائيلية تمارس ليس فقط في غزة وإنما في الضفة الغربية تبتعد عن كل ما تم الاتفاق عليه في معاهدة السلام والاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية أوسلو وما بعدها وتفريغ عملية السلام من محتواها يعني الوضع صعب وهذه المرة مشروط الحقيقة لأنه يعني جلالة الملك الذي يقود الدبلوماسية الأردنية كما لاحظتم في قمة القاهرة كان موقف صلب مع الجانب الإسرائيلي والجانب الدولي حقيقة في الرسالة التي وجهها لهم في إطار ذلك الخطاب بأن هناك إزدواجية في المعايير الآن وصلت الأمور إلى انتهاك أرواح الناس في غزة استثمارا لتلك المعايير المزدوجة ولذلك نرى أن هذا الاستدعاء أو هذا التحرك الدبلوماسي ليس معزولا عن الموقف الرصبي الأردني الصلب بما يختص بدعم الأشقاء الفلسطين من ناحية ومن ناحية أخرى في إظهار أن إزدواجية المعايير غير مقبولة وهذه رسالتنا أيضا للعواصم الغربية ولكن عودة السفراء ومسألة ربطها بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة والعدوان على شعب غزة ووقف الكارثة الإنسانية كما ذكر بيان وزير الخارجية أيمن الله صفدي يعني هو رفع لسقف التصعيد من جهة الأردن مع إسرائيل هل الحسابات الأردنية تأخذ ذلك بعين الاعتبار حاليا؟ سيدي نعم نحن نعلم أن ذلك رفع للسقف لأن بالمقابل السقف الذي حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة رفعته لا يطاق ليس في عمان ولكن في كل العواصم العربية في القاهرة وأيضا في كل العواصم الإسلامية يعني هناك ردود فعل ذلك السقف الذي نتحدث نحن منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية منذ العام الماضي من نوفمبر العام الماضي السنة كاملة وهذه الحكومة تبتعد وترفع السقف في إطار انهزامها من التزاماتها التعاقدية مع الجانب الفلسطيني ثم من التزاماتها وفق قواعد القانون الدولي هي دولة قائمة في الاحتلال عليها التزامات وفق القانون الدولي واتفاقية جينيفا الرابعة والثالثة تجاه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة كل ذلك تنتهكه فهي رفعة السقف فما بالك يعني الحد الأدنى الذي نتصرف به الآن وأنا أتوقع أن يكون هناك خطوات أخرى عندما يلتقي العرب في القمة القادمة في 11 نوفمبر القادم سيكون أيضا هناك توافق عربي لرفع السقف أيضا إلا إذا كان هناك ضغوط غربية أمريكية تحديدا على الجانب الإسرائيلي لإيقاف يعني معاقبة الشعب الأعزل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني في غزة إضافة كما ذكرت لك أن هناك أيضا انتهاكات في الضفة الغربية لكل قواعد القانون الدولي يعني المستعمرات الإسرائيلية مصادرة أراضي الناس كل ذلك ليس فقط انتهاك الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية ولبعض أيضا معاهدة السلام ولكنه انتهاك لقواعد القانون الدولي إسرائيل دولة قائمة بالاحتلال نفق ما قبلت به في إطار قرار مجلس الأمن 242 وهذا يتبعه التزامات من جانبها أن لا تغير من واقع الأراضي المحتلة إلى أن يتم هناك حل وهذا الحل وفق اتفاق أصله وما بعده قبيلة الحكومة الإسرائيلية ولكن هذا الاتفاق لا يجوز عند تغير الحكومات أن يتم تغييره بين يوم وليلة ولكن يبقى ثابت الالتزام بالاتفاقيات التعاقدية أساس احترام القانون الدولي طيب سعرة سفير واستكمالا للموقف الأردني اللافت كانت هناك مظاهرات تطالب طبعا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وبالخروج من اتفاقية وادي عربة اتفاقية السلام هل يمكن أن تصل الأمور إلى هذا الحد؟ لا يوجد شيء اسم وخروج من اتفاقية السلام اتفاقية السلام موجودة اتفاقية السلام حققت للأردن إنجازات حقيقة لم تحقق للجانب الإسرائيلي استعدنا حقنا في المياه استعدنا أراضينا التي كانت محتلة لكن أنا ذكرت اليوم أن هذه المعاهدة أهم جانب فيها كان هو الاعتراف بدولة إسرائيل وهذا الاعتراف جاء بعد الاعتراف الفلسطيني في إطار اتفاق أوسلو بالجانب الإسرائيلي وجاء أيضا طبعا بعد الاتفاق المصري في إطار كام ديفيد العالم كان يتجه إلى السلام في إطار سلام الشجعان الذي أراد الراحل إسحاق رابين والراحل ياسر عرفات لكن لم يكن مكتوبا أن يأتي في يوم من الأيام حكومة إسرائيلية متطرفة أن تقلب كل الموازين والمفاهيم والاتفاقات خلافا للشروط التعاقدية فهذا ليس فقط انتهاك للتعاقد وإنما انتهاك للقانون الدولي لأن إسرائيل عندما قبلت قرار 242 هي اعترفت أن تلك الأراضي هي أراضي محتلة والآن يأتي التنفيذ التراجع الإسرائيلي حقيقة هو ما دفع أصلا بكل الأوضاع في الضفة الغربية وفي غزة إلى ما آلت إليه وكانت نتيجة للأسف ما حصل في 7 أكتوبر فأي وصول إلى نفس النتيجة بمعنى إذا بقي هناك حكومة إسرائيلية لا تعترف بوجود احتلال فإنما حدث في غزة إذا انتهى بوسطات دولية الآن إلى الهدوء لكنه سيعود يتكرر بعد فترة معينة طيب سعاد السفيرة شرطة نعفوا إلى قمة الرياض المنتظرة القمة الطارئة في 11 من هذا الشهر ما المنتظر من هذه القمة يا سيدي الحد الأدنى من موقف عربي موحد شيء ضروري جدا ونحن نتحدث عن مواقف عربية موحدة كانت في قمة جدة بما يختص بشروط السلام وأيضا الموقف العربي في قمة القاهرة إن لم يكن هناك توافق للأطراف الغربية التي شاركت فيها على الأقل الأطراف العربية كانت متوافقة على مواجهة ما يحصل في غزة لابد عندما يدين الجانب العربي انتهاكات حرمة الإنسان دون تحديد فهذا ينطوي على انتهاك حياة الأبرياء الإسرائيليين ولكن يجب أن يكون المقياس والميزان هو نفسه الذي يحترم حياة الفلسطينيين في غزة ونحن نلاحظ الآن أن كل الاعتبارات والأحاديث والتعليقات في إسرائيل تتعلق بالقوات العسكرية وكأن الناس الأبرياء الأطفال والنساء الذين يقتلون في التفجيرات الإسرائيلية أشجار أو شيء جماد موجود في الشارع يكون رهن القتل في إطار البحث عن أهداف غير منظورة ومشكوك فيها للجانب الإسرائيلي في إطار كتائب عز الدين القسام حقيقة الأمر أن هناك انتهاك واضح وجرائم حر ولابد أن يكون على رأيك في القمة العربية القادمة الحد الأدنى من التوافق وهذا ضروري جدا حقيقة ليبعث رسالة لا تتعلق فقط بإنهاء الأوضاع المأساوية في غزة ولكن لمستقبل عملية السلام ولمستقبل النظرة الغربية إلى هذا الجزء من العالم من أنه لا بد من الضغط باتجاه خلق السلام وأن هذه المنطقة في العالم إن لم يكن هناك تنفيذ للحقوق الفلسطينية فلن تنال السلام أبدا طيب أريد أن ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي ترونه على شاشتنا الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يوجه بعلاج ألف طفل فلسطيني من قطاع غزة في مستشفيات الإمارات برفقة عائلتهم هذا هو الخبر العاجل الذي تشاهدونه الآن على شاشتنا طيب أستكمل مع السفير زياد المجالي الدبلوماسي الأردني وكنا نتحدث عن القمة قمة الرياض المنتظرة القمة الطارئة هناك من يتحدث الآن في العلن عن الضغوط التي مورست في الفترة الماضية على كل من مصر والأردن فيما يتعلق بضرورة أن تقبل الدولتان تهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر ومن الضفة الغربية إلى الأردن كانت هناك طبعا تصريحات قوية ورافضة من قيادتي البلدين من مصر والأردن هل تعتقد سعادة السفير بأن هناك نقطة يعني وضعت على هذا السطر سطر هذا الموضوع أي أن لا فتحة لهذا الموضوع ولهذه القضية من جديد مع كل من مصر والأردن كلامك صحيح وضعت النقطة وليس فقط ذلك وتم إيصال الرد المباشر للجانب الإسرائيلي ولعواصم القرار في العالم إن محاولة التهجير للفلسطينيين في غزة إلى سيناء أجاب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح حول هذا الموضوع وطالب بذكاء إذن لماذا لا يتم إرسالهم إلى النقب وأنت تعرف أن معنى ذلك صحيح أنه تحريكهم من مواقع وجودهم ولكن إذا كنا نعتبر أن 70% من سكان قطاع غزة هم أصلاً لاجئين إذن عندما يتحركوا إلى النقب فإن ذلك يكون البند الأول من استثمار حق العودة وهذا غاب عن ذهن الجانب الإسرائيلي في الرسالة الخفية في تصريح سيادة الرئيس المصري بالنسبة لنا في الأردن جلالة الملك قال أنه خط أحمر وحقيقة أنا كدبلوماسي متقاعد قلت أن ذلك يمثل إعلان حرب لأن ذلك يمثل تحقيق لبعض الغايات الذفينة لدى اليمين الإسرائيلي بفكرة الوطن البديل والخلاص نهائياً من أزمة وجود الديمغرافيا الفلسطينية على أرض فلسطين التاريخية هم يعرفون حقائق الأمور أن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية الآن يتجاوز عدد الإسرائيليين وهذا أو أقصد اليهود لأن هناك عرب في إسرائيل أنا أضمنهم في هذا الرقم الذي تجاوز السبع ملايين ونصف فهذه الحقيقة هم يريدوا أن يخرجوا منها باختراع شيء جديد اسمه التهجير وبالتهجير بالنسبة لنا ليس فقط هو انتهاك لمعاهدة السلام في بندها الثاني وانتهاك لقواعد القانون الدولي كلها إنما هو حالة إعلان حرب لكن الأردن الدولة المعتدلة الدولة التي تكافح الإرهاب الدولة المحبة للسلام يعرف العالم وعواصم العالم الغربي وأهمها واشنطن تعرف أنه لا يمكن أن يكون عرضة لتهديد بحرب في إطار هذه المسمى التهجير هل تعتقد سعارة السفير أن هذه الخطوات القوية من قبل دول عربية مثل مصر والأردن بالإضافة إلى حالة الزخم التي ربما ساهمت فيها مؤسسات دولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها بخصوص فلسطين جلستها الأخيرة والإجماع على الهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات وإلى آخره هل تعتقد بأنها ربما قد تسفر شيئا إيجابيا في مسألة كسر الدعم اللامحدود الذي يقدمه الغرب وخصوصا من الولايات المتحدة لإسرائيل سيدي إذا كنا نتحدث عن جزئية ما يحصل في غزة الآن نعم ضروري وصحيح أن الجانب الأمريكي مثلا يتحدث في جانب عن دعمه لإسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت هذا المسمى بين قوسين للأسف يموت الألاف الآن على أرض غزة ولكن نحن نتحدث عن أكثر من قضية حل مشكلة ما يحصل الآن في غزة وإنما نتحدث عن المعادلة الأكبر إذا كان الطرف الأمريكي والأطراف الغربية تؤيد حل الدولتين فيجب أن تصل الرسالة إلى الجانب الإسرائيلي من أنه دون وصول الفلسطينيين إلى حقهم في إقامة دولتهم في إطار معادلة حل الدولتين فإن ما حصل في غزة سيتكرر كل فترة ويؤثر على الأمن والسلم الدوليين في المنطقة الضغط الحقيقي ليس فقط لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة وإنما الوصول إلى معادلة حقيقية يعني محسوسة لتحويل هذا الدعم لحل الدولتين إلى إطار موضوعي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 شكرا يعني بخلاف ذلك بخلاف ذلك الأمن والسلم الدوليين سيبقى مهددين مرة أخرى شكرا جزيلا سفير زياد المجالية الدبلوماسي السابق